موضوع تحكي برشة الجماعي دي مهم برشة للتوينس الكل نتصور بش نحكيه على تقدم موسم زيت الزيتون معا سي معزة بن عمر المدير التجاري عفون في الديوين الوطني للزيت سي معزة مرحبا بيك مرحبا وشكرا على استثافة شكرا لك على قبول الدعوة كما قلت نتصور موضوع مهمهم التوينس الكل على طول العام خلي نقوله من شخطو الفترة هذي صاروا حاجات ونتصور من الحاجات اللي بيش نحكيه عليهم جوستو معينيس انا صحيح مش احكيه ليمسي معز خصا مش احنا طول العام نحكيه في اكسبرس افير على تقدم التصدير وقدش جمعنا وغيره لكن سويل خلنبدأ بيه كما عملنا بكري في الحبوب الحمد لله برشة امتار هذي كيش بش يكون لاثرة متاحة على الزيتين بش نراوها النتائج ملحوظة سنة ولا في الموسم القادم كيش تراو شكرا سيانيس والحمد لله هم بشير خير وان شاء الله الامطار هذي مبلوك علينا الكل وان شاء الله يعني هو هو يعني هي الامطار التحضر للموسم القادم بالنسبة للزيتين وهذا مؤشرات ايجابية جدا بحكم الامطار هذي عامة على البلاد التونسية وان شاء الله متواصلة وهذا يعني معت الاهمية متاحها كثيرة برشة سورتو كونه بلادنا شاهدت على غرار بردان البحر والعبن التونسية شاهدت يعني مرحلة طويلة من الجفاف وهذا اللي حل أثر حتى على مستوية الانتاج الوطنية والعالمية خاصة من زيت الزيتون خلال الموسم الاخيرة يعني الفايدة كما قلنا ان شاء الله تحصل باذن الله للموسم القادم وباذن الله يعني مؤشرات اولية هي مؤشرات وعدة جدا جدا الحمد للسناء قبل ما ترجع خطر برشة اصدقان الفلاحة والناس اللي عندها زيتون يقول لك المعنى تود اكتركسيون ضعيف السناء بسنسيمة على الشهر انا متحط مئة كيلو زيتون قديش يعطيونا السناء طايحة العادة الامطار هذي تجري متحسن ولا متحسنش الصحيح هو بطبيعة الحال كل مرتبة بعام المناخية دونك توم دو رندمان كله احنا يعني اقل من الموسم الفرط نعرف احنا المعدل امتاعنا حتى في الاحتساب انت تقديرات الانتاج في حدود عشرين في المياه يعني يزمك خمسة كيلو زيتون باش تتحصل على كيلو زيت لكن لاحظنا كونو الرندمان قاعد يتحسن شيئا فشيئا والامطار هذي هي نوعا ما من شأنها باش تحسن شوية في الرندمان لكن لكن نجمو نقولو الهمية متاحة الكبيرة الفايدة كبيرة مش تكون في الموسم القادم وليس في الموسم هذا حيث خاصة تكون حيث الجودة فالجودة متزيدناش حاجة كبيرة في الجودة لكن في الانتاج والجودة ان شاء الله تكون الاثار متاحها جد ايجابية لموسم الفرط بالنسبة للموسم هذا سيمو عزكي تعطينا فكرة وين خلطنا في التجميع بتاع السابة وحتى بعض الارقام احنا الموسم هذا هو في حدود المعادلات والحمد لله يعني حتى تونس بتأثير الجفاف قعدنا ديما في مستويات المعادلات بالمقارنة مع بلدان اخرى منجة على غرار اسبانيا اللي هي تنتج حوالي 45% من الانتاج العالمي لاحظنا كونه فما يعني تقلص كبير اللي هو دجا تقلص وصول حتى 50% من المعادلات الانتاج مثل متى الاسبانيا اللي في تونس قعدنا في معادلات العادية يعني 210.000 تون تقديرات الاولية ما زالوا تقديرات هادم دجا دونك يصن كونفيرمي بور لانستان دونك التقدم الموسم يعني في حدود تقريبا 35-37% دونك كانت تقدم العمليات الجاني عملية التحويل التم في 930 معصرة يعني بالمقارنة مع موسم الفارط المعاصر المشتغلة كانت في حدود 7-800 بالضبط دونك العدد المعاصر المفتوحة سنة اكثر نسبيا من موسم الفارط والموسم قاعد يتقدم وتوا بش ندخلوا في ذروة الموسم الجاني التحويل تعرفوا ديما في الفاقانس يعني نعرفوا كونه هذي هي الذروة من بين 15-30 ديسمبر هي ذروة الجاني يعني يمكن تقول العوامل المناخية تقول أمطار بتبعاد الحال تقلص نوعا ما من عملية الجاني يعني طبيعي جدا لكن في مرحلة في أيام قادمة إن شاء الله يعني تتواصل عملية الجاني وإحنا كل ما فيه أمطار كل ما فيه كذلك لازم فما فايدة ومساج حتى كنتعطلوا فيه الجاني راهوا فايدة كونه عنا فايدة يعني في القطاع هذا على المدى إن شاء الله المتوسط هذا على مستوى الإنتاج على مستوى التحويل على مستوى التصدير عنا ما زلنا كنتلقنا في الموسم يعني عنا شهر فقط اللي هو شهر نوفمبر شهر نوفمبر سجلنا أكثر من 10 ألف طن صادرات بالنسبة للزيت الزيتون بعائدات بلغت 241 مليون دينار نوك إذا كان نشوفه من حيث الكمي يعني الموسم الفارس في خلال نفس شهر نوفمبر الفين واثنين وعشرين صدرنا 17 ألف طن فما تراجع ب 46 في الهن من حيث الكميات لكن في المقابل يعني فما نفس القيمة 240 مليار اللي هي حاصلة رغم التراجع في الكميات تيب 40 مليون دينار وهذا ناتش على ارتفاع في الأسعار العالمية بيعني على مستوى التصدير ب 71 في الميات نوك هذا هو يعني المؤشرات الأولية للموسم البوادر إيجابية حتى من حيثه كما قلنا من حيثه الأسعار أثناء على مستوى التصدير دي ما نحكي كونه على مستوى العائدات إن شاء الله نحقه أرقام جد ممتازة ومتميزة إن شاء الله كان رقم قياسي عمناه أحنا رقم قياسي 3.5 مليار دينار لكن أثناء بإذن الله منحبوش نستبقو لكن المؤشرات وعدة جدا وإن شاء الله بتبيع الحال يعني باش نجاوزه بكثير إن شاء الله الرقم هذا إن شاء الله حتى يتوا به وانا شفنا نحن هالجفاف في إسبانيا في جنوب الحظة المتوسط خاصة إسبانيا أثر على أسعار الزيت في تونس شوفوا فهم طلب كبير من إسبانيا وبرشد والأخرى على زيتم تاعنا بلا الزيتم حتى التونسي ساعات معاش خلط علي ورينا هذيك البيش العملية اللي بديت النهار الخمستاش اللي بفضل وزارة فلاحة وديوين الزيت اللي هو قاعد مشترف على العملية هذه مع الخواص كانت تعطينا فكرة على العملية هذه قاعدش كميات المبرمجة وهذا يزيت نحكي وعلى زيت اللي قاعد يتباعته بخمساش دينار زيت المدعم اليوم اليوم لا هو مش مدعم زيت زيتون مش معني بالدعم يعني حبيت نربط مع تأثير ليس فقط في تونس هو تأثير رتفاع الأسعار واللي هو غير مسبوق وقياسي يأثر على مستوية الاستهلاك في البلدان المستهلكة لزيت الزيتون يعني ليس فقط تونس وبتباعة الحال فما تراجع كبير شفناه دجا في الأسواق المستهلكة بحكم كونه وقت تنتفع برشة الأسعار وبتباعة الحال المواطن بصفة عامة يحاول يرشد ويقلص نقص نوعا ما باش يلقى التوازن ما بين قدرة الشرائية وبتباعة الحال اقتناقاته من المادة هذه في تونس بتباعة الحال نعرف بالبقى كونه التأثير ونعكاس كبير وهكا علاش دجا بتعليمات من سيد الرئيس يعني فما تم وضع برنامج برنامج تحت شراف وزارة الفلاحة والتجارة وبمشاركة الحرفة الوطنية المصدرية زيت الزيتون تم وضع برنامج لترويش كميات من زيت الزيتون بكريموتاس في السوق الداخلية وانطلق البرنامج هذا يوم 15 ديسمبر وهو يخص 10500 طن ككمية جملية اي ما يعادل 11 مليون لتر الكمية هذه تم توزيعها في قوارير بلاستيكية غيذائية بطريقة كونه المواطن يعني على مدار السنة بطبيعة الحال ستم البرنامج هذا واحنا بطبيعة الحال كديوين زيت سمح نكملون يتحدث قدس اي اي احنا احنا البرنامج 10500 هو مسطر فهم كميات كمية اولية هو 2 مليون لتر اثنين مليون لتر هي 2000 طن تقريبا بتباعت حال التوزيع متاحها بداي يوم 15 ويتواصل يوميا يتواصل بالتنسيق وعبر مسالك التوزيع اللي تمر عبر ديوان تونسي للتجارة ويعني المساحات التجارية الكبرى والمتوسطى والصغرى الاقتناءات المواطنة هي تم باقتناء واحد لتر باش نحاولوا بتباعت حال نمكنوا اكثر التونسيين من اقتناءاتهم من المادة هذه وباقتناء حال هي مش واحد لتر هي واحد لتر وانتي تجدد شراءت متاعك يعني بعد ثلاثة اربع ايام على حسب الحاجيات الاستهلكية لزيت الزيتون اتجدد شراء باش نحاولوا بتباعت الحال يعني انزلزيوا الناس بكل وهذا هو الهدف من البرنامج هذا باش نحاولوا نقربوا اكثر ونمكنوا اكثر التونسيين باش يقتنيوا منتوجهم زيت الزيتون ناكد على زيت الزيتون بكر ممتاز واللي هي ارفع واحسن جودة وهذه جودة مراقبة في مخابر ديوان وطني للزيت وكما قلت التوزيع هو يتم عن طريق ديوان تونسي التجارة باشراف ومراقبه على مستوى التوزيع بمراقبة من المصالح مختصة لوزاعة التجارة والتمنى تصديرات نعطيك الصحة سيمو عز بن عمر المدير التجاري بالدبان وطني للزيت على كل هالمعطيات العديثان على تقدم موسم زيت الزيتون وعلى هالتجربة ولا هالالمبادرة المهمة اللي معناها تونسل كل هنا وفرحانين رغم اللي فهم بعض الزحم ونسك اللي تحب تشري بالماكسيم ونخلين نقوله فيه وزيدا بعد تقريب ساعة ونص ونيفليغونت شخص لبقين كل يوم موجودين كلمة فقط بوه احنا لاش ديما حتى في ديما نقوله نفهموله ما تولى لحفة بتا المواطن ومتعطش شوى المواطن متعطش ومنحقه وصيرتو كون نفهم وكون السعر 15 دينار بالمقارنة مع الأسعار المتداولة 22 كده نفهم وكون الفرق كبير لكن بطبيعة الحال سيتعدل سيتم تعديل السوق واحنا اللي نأكدو كونه كل يوم نوضع كميات حتى فهم برنامج وبشوية بشوية بطبيعة حال سيتم تعديل السوق والأهم من ذلك كونه برنامج متواصل وهذا هو المهم شكرا لك مرة أخرى شكرا لك شكرا لكل ذيوف اللي كانوا موجودين معنا لكل المستمعين شكرا لإنيس بن راينا شكرا لكل فريق اللي كان موجود معنا اليوم سيرين حتيت في الإخراج تقوى مديوني في الإخراج الرقمي شكرا لكل المستمعين كنت معكم وينا عزيز باش ترزيكو دي ميكرو وقعدكم شنقولكم إلى اللقاء